مساء الخير تحيتي لك كابتن ايمن ولكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان بالفعل مباراة في غاية الصعوبة مباراة قوية جدا ما بين الاهلي والانتاج الحارب اللي هتكون فيه السبعة والنصف طبعا على استاد الاهلي والسلام يا رب بإذن الله يكون التوفيق النهاردة من أو مع النادي الاهلي ووفق طبعا طاقم التحكيم بقيادة الكابتن محمد عادل اللي هيكون حاكم لمباراة النهاردة ويدي الفريقين حقهم بإذن الله وعموا برا طليقة باسم محمد عادل هيساعدوا النهاردة أحمد توفيق وراجب محمد ومحمود رشدي وحاكم فيديو محمد عباس قبيل ومساعد إبراهيم محجوب يا رب بإذن الله النهاردة يكونوا موفقين إلى حد ما بإذن الله وحد كبير ويدي للفريقين حقهم بإذن الله يمكن الاستاد استعدى على الأعلى مستوى الفريقين وصلوا منذ حوالي ربع ساعة يمكن مستر بيتسو موسيماني حريص يمكن أمامي الآن في أرد الملعب يتفقد أرد الملعب وبيتكلم مع محلل الأداء يمكن بيتكلم معاه في غالبا مليون في المئة في أمور مواتش يمكن الرجل في المران الأخير كان مران مغلق ولكن جرب أكثر من لعب في أكثر من مركز البقرية يمكن جرب في أكثر من لعب ممكن نهاردة نلاقي لعب جديد في البقرية وارد بكل قوة ممكن نلاقي الجناح الشمال ممكن يبقى فيه تغيير عن المباراة اللي فاتت مباراة كلها أوراق كلها مستر موسيماني يحاول ويجرب كذا العيب لأنه عنده جاهزية كتير جدا الحمد لله ما شاء الله جاهزية كتير جدا فبيساعده على الاختيارات ما بين أكثر من لعب غيابات النادي الأهل النهاردة يمكن عمر السلية لعدم الجاهزية مروان محسن لعدم الجاهزية محمود وحيد مباراة شارك فيه المران ويجعل جاهزيته ولكن فضل مستر طبعا بيتسو إراحته النهاردة أجيه خلاص بيقترب من العودة مرة أخرى ممكن في خلال أسبوع وقال بإذن الله يكون متواجد مع زملائه في التمرنات يا رب بإذن الله قائمة الإصابات تخلو من لعب النادي الأهلي ومشاء الله والحمد لله طبعا قائمة إصابات في الكورونا زيرو كورونا رب بإذن الله تكمل كده لنهاية الموسم وما نعديش بأي عزمة تتعطى للنادي الأهلي في لعبته أو جهازه الفني مباراة قوية مستر بيتسو موسيماني حذر من خطورة فريق لإنتاج الحربي وتكلم مع اللاعبين المبارع في المحاضرة الفنية اللي استمرت حوالي نص ساعة والنهاردة كمان في الفندق على خطورة فريق لإنتاج الحربي واجب احترام فريق لإنتاج الحربي مع مدير فني كبير ومدير طبعا من ترسل نادي الأهلي كابتن مختار مختار وزي ما حدك طبعا قلت كابتن أيمن بيحرج الفرقة الكبيرة وبيعرف يلعب أمام الفرقة الكبيرة حذر من خطورة فريق الانتاج الحربي وطلب اللعبين بأحراف سادف مبكر عشان يسايلوا المباراة وتنفيذ تعليمات مستر بيتسو موسماني بكل عزفير عشان يقدروا يفوزوا النهاردة بإذن الله يا رب بإذن الله نفوز النهاردة ونحصل على سلاس نقاط عشان نحافظ على القمة زي ما تعودين دي الأهل ما بيركب ما بينزلش يا رب بإذن الله يتوج النهاردة ويفوز النهاردة بسلاس نقاط بإذن الله ويكمل فيه أصدارة إلى نهاية الدوري الممتاز ونفوز باللقب دي ككل أجواءنا في استاد الأهل والسلام يا رب بإذن الله النهاردة يكون يوم جميل لكل جماهير النادي الأهل ونفوز على فريق طميني يا شريفة على حالة علي معلول ومحمد هاني النهاردة مبارح بالأمس شارك في المران بالكامل علي معلول ومحمد هاني وممكن قدوا المران من أوله ومن أول ديئة لآخر ديئة على أكمل وجه وأعلن وجهزيتهم ولكن مبارح مستر رابيتسو مسماني جرب في ناحية المين أقصر من لعب يمكن ثلاث لعيبة إدى الهاني جزء وإدى البكهم جزء وإدى الأقرم جزء مين ممكن يلعب النهاردة أنا تخيل ممكن يلاقي وجه جديد في مكان البقرية لكن معلول مبارح أدى المران بكل جهازية وأعلن طبعا جهازيته لهذه المواجهة وعنده بديل قوي جدا جدا هو أيمن أشرف ما شاء الله اللي بيلعب في مركز الباكليفت أو في السيردباك أي أن كان متواجد النهاردة أيمن أشرف بإذن الله هيقدي وعالم علول بإذن الله النهاردة بإذن الله يكون يدور كبير جدا في فوس النادي الأهلي شكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان كل التوفيق للنادي الأهلي في ماتش النهاردة إن شاء الله ومبارحة القدمة طبعا بإذن الله